اهلا بحضرتكو مرة تانية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيولوجية واحد من اكبر واهم المعاهد البحثية في مصر والشرق الاوسط بيضم مجموعة من العلماء ولليهم دور كبير جدا في حياتنا دول اللي بنعرف منهم بداية الشهور الهجرية وحركة الارض والكواكب وكمان الظواهر الفلكية والمناطق اللي بينشط فيها زلزال تفاصيل ومعلومات هنعرفها عن اهمية دور المعهد بالتفصيل من الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فندي معنا يا أهلا بحضرت صباح الخير على جميع المشاهدين ومصر كلها وانتهز المناسبة دي وقول للناس كلهم متصنى طيبين من نسبة انصارات اكتوبر وبوجه التهنئة والتحية لكل الشهداء يعني خلونا نبقى عاديين النهاردة كده واحنا ببسطين بنحتفل بالاحتفالات وحضرتك طيب يا فندي في البداية زينا نعرف ليه فيه نشاط زائد في التغييرات المغناطسية للأرض وإيه هي أصلا تغييرات المغناطسية تمام أكمل بس التهنئة برضو ووضح كده للناس أن المعهد من أحد الأدوار القومية والشارات الفنية اللي بقدمها للدولة كان لديه دور مهم جدا ساعد متخذ القرار في تحديد ساعة الصفر في حرب أكتوبر من خلال دراسات السماء والأجسام السماء اللي موجودة حالة الشمس سطوع الأمر بالليل فكل الظواهر دي تخذ بيها يعني من المعهد وقدمت لمتخذ القرار ساعة تتخذ قرار الحرب بالصائب الحمد لله نرجع للنشاط الشمسي وعلاقته زي مسيتك والمشاهدين يعرفوا هي الأرض واحدة من المجموعة الشمسية والمجموعة الشمسية حوالي يعني مجموعة من 200 مليار مجموعة زيها في ضرب التبان اللي احنا بنعيش فيه نتيجة أن الأرض ودورانها حوالين نفسها وحوالين الشمس داخل مجموعة الشمسية فبتتأثر بالمجال المغناطيسي بتاع الشمس وبالتالي الظواهر اللي موجودة على سطح الشمس احنا بالنسبة عندنا تليسكوب في مرسط حلوان 30 بوصة ده مخصص لدراس الظواهر الشمسية البقع الشمسية الانفجارات الشمسية العواصف الشمسية الرياح الشمسية كل الظواهر دي اللي على سطح الشمس وتأثيرها بيوصل للأرض بمعنى واحدة من المجموعة الشمسية اللي بتولد مجال كهرومغناطيسي بيقدي لتأثير كبير على المجال المغناطيسي للأرض على شبكات الاتصالات سواء المحمول أو الأقمار الصناعية كذلك طبعا على ظروف المناخية يعني يمكن هات الأرصاد الجوية معنية أكتر بيها لكن كل الظواهر دي متعلقة أساسا بالنشاط الشمسي والموجود عليه النشاط الشمسي لما بدأ العالم يدرسه ومصر بردوك من أوائل الدول اللي ساهمت في الدراسات دي عندنا فيه حاجة اسمها المجموعة الدورة الشمسية الدورة الشمسية دي مدتها 11 سنة متوسطها احنا حاليا بدأنا من آخر السنة اللي فات في الدورة الخامسة وعشرين دايما في بداية الدورة الشمسية بيكون فيه هدوء شمسي مفيش انفجارات كتيرة على سطح الشمس وبالتالي المجال المغناطيسي برضو بيكون فيه حالة سبات كان يمكن فيه بعض الشقعات السنة اللي فاتت نتيجة الهدوء الشمسي احنا داخلين على حقبة جلدية وبرودة طبعا الكلام ده من صحيح القصد دي متكرر لكن المجال المغناطيسي بتاع الأرض والحمد لله احنا عندنا في مصر مرصدين مغناطيسيين بيدي بيرصد المجال المغناطيسي على مدارة الـ 24 ساعة واحد في الفيوم وده شغال من سنة 1960 افتتحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والتاني في منطقة ابو سنبل جنوب أسوان وده شغال من 2008 هل التأثيرات او التغييرات دي بقالها فترة يعني بقالها أسبوع أسبوعين بقالها احنا كان عندنا الأسبوع الأخير في شهر تسعة كان فيه نشاط ملحوظ وده احنا ليه بندرس المجال الشمسي وتأثيره على المجال منصير الأرض زي ما قالت ساتك أنه ده بيأثر على حركة الاتصالات على الملاحة الجوية يعني تعترف حرارك أن الملاحة الجوية بتعتمد على أبراج مرأبة وتوجيه للطيارات من خلال زوايا معينة ارتفاع معين لو حصل تغيير طفيف في المجال المغناطيسي بالتالي لو هو بيقول مثلا لطيارة تطير على ارتفاع كذا بزاوية وليكن اكس لو اكس ده فرق واحد من عشرة ممكن الطيارة بدل ما توصل مثلا من باريس تروح لندن او تروح ايطاليا واحنا بنتابع الموضوع ده باستمرار عشان ما احنا بنتابع احنا بنتابع باريس ألاقي نفسي في لندن بالضبط احنا بنتابع المجال المنطيسي مثلا في رحلة داخلية المصر ألاقي نفسي برى مصر مثلا يعني احنا بنتابع المجال المنطيسي بنرصده على مدار الساعة والبيانات دي بتاخد هيئة الطيران المدني عشان يتم معالجة او معايرة او كاليبريشن للأجهزة الملحية ده مش في مصر بس على مستوى العالم طب هل فيه اي حاجة فيه اي دولة من الدول التي تأثرت خلال فترة النشاط الأخيرة؟ في الفترة الأخيرة لانه كان نشاط يعني طفيف هو اه يعني اتسجل وتراصد لكن طفيف فيه اوقات وبنحمد ربنا ان دايما يعني الحاجات دي بتبقى خارج المناطق العمرانية بيكون فيه نشاط مغناطيسي كبير واللي بيسميه عواصف مغناطسية ودي لو لقدر الله حصلت في اوقات معينة من اليوم ممكن يكون فعلا فيه فقد اتصالات سواء الموبايلات او اتصالات الاسلكية عموما فيه تشويش او شوشرة على بيانات الأقمار الصناعية وكذلك حركة طيران المدني طيب المدودة يا دكتور مش ماصر بس دي الكرة الارضية كلها الكرة الارضية هل بيكون فيه تنسيق بقى دولي؟ بالفعل هو المعحد يعني جزء من اتحادات دولية اذا كان في الفلك او في الجوفيزياء وبالتالي فيه بيانات الرصد الدولية دي موجودة متاحة على مراكز دولية زي ووكالات الفضاء كمان بتدعم الكلام ده البيانات دي زي مقول لها حركة هي الارض عبارة نقطة كده ضمن المجموعة الشمسية فاي تأثير هيحصل الارض مش هيأثر على مصر مش هيأثر على افريقيا يعني بقول لها حركة لو حصل تغير في المجال المنطيسي ممكن تكون طيارة جاية من امريكا راح اوروبا يحصل لها مشكلة فهي مش مشكلة محلية ده حاجة جلوبال على مستوى العالم كله فلازم التنصيق والتعاون في البيانات دي في بيانات بترصد في افريقيا في بيانات بترصد في اوروبا في اسيا لو ما فيش تنصيق وتبادل للبيانات الدقيقة دي هي مش مش بيانات امن قومي لكن من شأنها تسييل وتوصيل الخدمات العلمية صح للمجتمع المدى طيب هل الموضوع ده بيفرق سنة عن سنة او بيزيد سنة عن سنة يعني مسلا احنا بنحس ساعات معرفش برض ده حقي يه ولا لأ ان الحر بيزيد سنة عن سنة ان البرد بيزيد سنة عن سنة فممكن توضح لنا دي برضه وتقول لنا هالي تغيرات الممكنいい هذا بتزيد سنة عن سنة ولو هصل احنا ممكن نعمل اى سنين اللي جاي تمام هيولسة تكونا طبعا خلينا بس نفصل تغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة عن القصة دي التغيرات المناخية هي في جزء فيها صحيح نتيجة يمكن زيادة الإمبعاثات والكلام اللي احنا بنسمعه سقب الأزون وارتفاع درجة حرارة الكون والأم المتحدة والعالم كله بيحاول أنه ينزل درجة حرارة دي واحد ونص درجة ودي اللي بتخدلي فيه شعور بالحرارة وفي أوقات معينة من السنة لكن دي منفصلة إلى حد ما عن التغيرات الشمسية اللي بتحصل وبتأثر على المجال المعنطيسي وزي ما أشرت حراك من شوية القصة دي لها دورات سابتة متوسطة 11 سنة في أول سنتين ثلاثة من الدورة الشمسية بيكون فيه هدوء بيبدأ يزاد تدريجي لحد ما ياخد ذروته عند منتصف الدورة يعني بعد خمس ست سنين من بداية الدورة الشمسية يبدأ إيه اللي تاني البيك ده أو القمة بتاع الكيرف دي المفروض العلماء وكل المؤسد دولي بتلاحظ التغيرات دي بحيث بفيه أوقات كتيرة في منع طيران في إماكن معينة نتيجة أنه فعلا المجال المعنطيسي في المنطقة دي ويمكن كان فيه شائعات بتقول مسلس برموضة فيه أماكن بيحصل فيه حوادث طيرات كل دي ليها ظواهر علمية مبنية على حقائق المراسد الدولية بترصدها وبتسجالها طيب دكتور احنا كان عندنا فترة الفاتت فيه زلازل كتير أو خلال فترة الفاتت هي أكتر المناطق الأكثر عرضة للزلازل وسببها خلينا أقول الحركة هو يمكن الناس بدأت تعرف أن فيه زلازل كتير أنا عمري ما حسيت بزلزالة بكتور الحمد لله الحمد لله أنا حسيت بزلازل كبيرة كسرع أفتكر طبعا زلزالة تسانية 92 ده فعلا يعني 12 أكتوبر قريب من هنا بعد أسبوع إن شاء الله ربنا يحفظ مصر والمصريين من خطر الزلازل هو مصري زي ما ناس كتير على صفحات توصي الاجتماعي بتقول إحنا دخلنا حزام الزلازل يعني فيه نوع من الهلع كده والزهر بيوصل عند بعض الناس يعني دي مش حقيقة الحقيقة إن إحنا نتيجة تحديث الإمكانيات البحثية للمعهد وإن الأجهزة تطورت وبقت ترصد أدق الزلازل اللي بتحصل زي ما أنا دايما بقول زميلنا يعني إحنا بقينا بنرصد دبة النملة وبالتالي بقينا الزلازل ما كناش بنحس بيها في فترات قديمة من عشرات سنين بلا أن نسجلها النهاردة أضف إلى ذلك بقى المعهد فيه تواصل مستمر مع وسائل الإعلام بقى برش توقع حدوث الزلازل لأ مفيش توقعات مفيش توقعات الحدوث قولاً وحيداً مفيش توقع أو تنبؤ تنبؤ بالزلازل لأ لكن فيه حاجة تانية وهو أقول حرك عليها لاحقاً الحد من المخاطر أرجع تاني ليه الناس بدأت تشعر بالزلازل أولاً يمكن نتيجة برضو وضع الأرض في المجموعة الشمسية ودورانها الأرض يعني جيولوجياً لما درسنا كده من حوالي 4500 مليون سنة كانت كتلة واحدة نتيجة دوران الأرض حوالين نفسها وحوالين مركزها وحوالين الشمس بدأت تبع فيه نظرية تسموها الحركات التكتونية أو الصفائح التكتونية تمفصل القرات على صفائح كبيرة يعني قارة أفريقيا على صفائح التكتونية بدأت نتيجة حركات تمفصل القرات تاخد الشكل الحالي فما زال في أماكن فيها نشاط على سبيل المثال عندنا البحر الأحمر بيتسع سنوياً بمعدل واحد سنتيمتر تمام؟ الواحد سنتيمتر يعني الجزيرة العربية بتبعد عن مصر حوالي سنتي وبالتالي نتيجة زلازل نتيجة التحديث والطبعاً الدعم اللي المعهد بياخده من وزارة التعليم العالمي البحث العالمي بدأت أجهزة تتحدث بينا نحس بالحاجات دي ونوصل للناس هو ما فيش فيه خطورة أكتر منه وإحنا بنوصي أن جميع مؤسسات دولة عند الشروع في إنشاء مشروعات استراتيجية كبيرة يتاخذ بقى الضوابط والمعيير الأمان الزلزالي الشدة الزلزالية في المنطقة دي تبحث يعني يبقى فيه محافظة على المباني ما يحصلش فيها تأثير بالزلازل شكراً جزيلاً لحضرتك